السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم حبيباتي عزيزاتي في فيديو جديد لقناة أطباق زوجة هاني قناة اللي عودتكم فيها بالوصفات السهلة والاقتصادية والطرق المبسطة اليوم بإذن الله لبنات جبتكم طريقة سهلة ومبسطة وطريقة رائعة ومضمونة بإذن الله تعالى كيفاش تديروا ليكيش بالسلق اللي متحبش السلق من بعد اليوم راح تولي تعشق فيه بإذن الله تعالى اشتركي في القناة حبيبتي وفعل الجرس راح يوصلك كل جديد إن شاء الله تعالى لا تنساوش تدعموني بالتعليقات واللايكات وما تنساوش تضغطوا على الجرس بيوصيكم كل جديد وش عندنا مكونات للعجينة عندنا حبابة فنجال الزيت تعالى الشاي عندي 25 غرام زبدة بحرارة الغرفة عندي ملح وعندي الفرينة بطبيعة الحل اللي راح نطمو بها اول حاجة نديروها هي الزبدة ونديرو عليها الرشة على الملح من بعد نضيفو عليها الزيت وان الزبدة تكون طرية اللي عندها مارغارين تقدر تستعملها ونضيفو عليها حبة البيض سوف نديرو كل المكونات مع بعض سوف نخلطوها لا تستعمل بطبيعة أو بطبيعة سوف نخلطوها ملح حتى ندامجو لبنات هنا انسيت انا مصورة الكمش سوف نزيدو لها 3 ملاعق اكل تعزيت حتى الأربعة وتخلطوها من بعد نضيفو نص باكة خميرة الحلويات ونبدأ باضافة الفارينة تدريجيا حتى نتحصل على عجينة طرية الحليب البنات هو اللي راح يعاونها باش تحكم روحها لا تتكسر الكمش في الليمول وفي نفس الوقت يعطيها القوام انه تكون عجينة كما نقولون متماسكة ما تكونش على شكل غريبية طرية بزف شوفوا القوام اللي نتحصل عليه حاولي انك تضيفي الفارينة لا تبخليش لانه تحصل على العجينة حكما روحها مش طرية بزف رشوا رشة الفارينة في كل مرة داخل المول وتقدري تستغنائ عليها انا رشيتها لانه اللي راح شوية طرية باش تزيد تعاونها تنشف شوفوا الطريقة كيف تدريهم في المول كاين اللي لا تعرفش كامل نقولك فتحيها في نيلون من بعد طبعي الدوائر ودريهم في المول باش يسهل عليك الخدمة ولكن ما راح تتحصل على العجينة معاودة بزف على ذلك ننصحك انك تستعملي أمبول هكا تأخذ كورا وتحطيها في وسط المول وتبدأ تدني فيها ودريهم في نفس الوقت وتدني في العجين من الطرف حتى يطلع لك زائد هناك من الفوق كي يطلع لك متنحيه غير بالعقل كما ترون كما ترون تنحيت بالضغط الخفيف لكي يجيك السطح متساوي سوف نقرر بكم الصورة نخدم لكم واحدة أقرب لأن الإضاءة قليلا نقصة شاهدوا سباعة في الوسط والأصبع الثاني في الطرف ندني به العجينة سوف نحضر لكم بزف ولكن انا أريد أن نصل لكم الفكرة مليح لأنه بزف اللي تبقالهم مخشينا في الوسط ويديروا الليتارت لا يعجبوني شي صراحة نحب تتقنوا الحاجة من الأول مرة تخدموها بالطبع لكي لا تندموش عليها شاهدوا كيف يبارك يجوكم تساويين تواسيهم بالفكرة تقبيهم ثلاث مرات فقط غرف الوسط لكي نضمنوا أنها لا تتلاش في الطيب التحاون ندخلهم لطيبه مدة 10 دقائق في هذا الوقت سوف نضمنوا لطيبه لأنه يسحقهم لطيبه ماذا نضمنوا لطيبه نحكي لكم في نفس الوقت سوف نخدم نأخذ مقلة أول شيء سوف نأخذها ولكن لماذا نحكو في نفس الوقت نخدم سوف نضمنوا لطيبه نضمنوا لطيبه ونضمنوا لطيبه ونقليل بصلب مع الطرف الجج لا يوجد الجج تستطيع استعمال سكالوب أو دينت ثم قليتهم مع الملح سوف نضمنوا لطيبه الآن سوف نضمنوا لطيبه قلنا على راس الحانوت والعكري الحار لكي نضمنوا للمسة الحرور مع فلفلك حل والملح والزعيترا من بعد نضيف لهم السلق في جهة أخرى نستعملها كاس حليب مع زوج حبات بيت ونضمنوا لطيبه ونضمنوا لطيبه ونضمنوا لطيبه 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 خلطيها ثم نضيف الجبن الطري ثلاث حبات تقضي الكمية ويقوم بإمكانك ونضيف نتائج ونضيف نضيف ونضيف نضيف لطيبه تتكسر هذا الخلطي ونضيف نضيف لطيبه ونضيف القوام ونضيف ونضيف لطيبه ونضيف حليب ونضيف حليب حتى تضيف ونضيف ونضيف القوام ونضيف ونضيف بالسلق ونضيف ونضيف القوام ونضيف 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 الذى والذى ونضيف مع السلق الصورت ونضيف ووهل ونضيف ونضيف اضفتوا الهاتف الأممم كنت اضفتوا الهاتف الأممم لأسيك تشتري فى صورتكم لتفعلوا معكم اولا ادخل فى صفحة جدا لا تفعلوا الفريق وكانت غطى تقوام فى قوام تصبير فى سببتها وان شاء الله فى سوف اعجبكم الآن ينقروا نحاولوا فى الفريق ونقروا فى فى أخرى أجرب الفرومج نوعية عيانة جربت المرأة التي فاتت وصبت لما يدوب تقص الحرارة مباشرة على هذه المفضل أن نخلطه داخل الابراي لكي يدوب والصح ذاب لي وعطاني نتيجة هيلة أنا أكمل عمر كل ما يشتوعي لأنه سوف يرتفع البيض وخماج سوف يضعف الحجم تكمل الطياب ويجب أن تتحمل المفضل ويجب أن تحمل المفضل ويجب أن يدوب الفرومج سوف نحاول أن نفتحه سوف ننصحكم لا أعطيكم سوف ننصحكم كما كانت المنحة لا أستطيع أن تحملها لن أجدكم هيلة أعطيكم لنذهب الى الموس لكي يخرج بسهولة نضعنا هالكي يوجد فيه أجد الله بسم الله ما شاء الله سوف أعجبكم ويجربكم جربوهم ويجب أن تفرحوا بيهم هاي لكم شوفوا لاباة تجيكم الطرية تتفتت معكم مصاب الياغر بالطبع تحب أن تزيد ثلاث ملايق حتى الاربع ملايق حليب قد ما تزيد لها الحليب تحكم روحة أكثر لما يحبها تكون طرية شوفوا من الداخل كيف يجيكم طرية رطبة الكريمة تغطس في الداخل الكيش ويجب أن تكون نتيجة كثيرا هذا بالنسبة للفيديو اليوم إن شاء الله ويجب أن ترى تطبيقاتكم لا ننسى تعليقاتكم الطيبة والمشجعة شكرا للدعم شكرا للبرتاج شكرا لكل واحدة ويجب أن تتجرب في الوصفات وتابعتني في البرتاج منسيتكم شرعني بإذن الله وينديكم فيديو خاصة غرب التطبيقات المشتركة إن شاء الله ويجب أن تغيطكم الحل لكامل نلتقي في فيديو آخر بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا